قدم وزير الثروة الحيواني والإنتاج الحيواني الدكتور محمد النظيف يوسف نيابة عن وزير المياه والصرف الصحي بيانا صحفيا وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمراغيط الذي سيصادف العشرين من نوفمبر من كل عام نتابع جزء من هذا البيان في ميكروفون الزميل عباس أباكر مصطفى كبقية دول العالم تحيي الزكرة الخامسة لليوم العالمي للحمامات هذا العنوان عنوان الحمامات أيها الإخوة استعمال الحمامات يعني الصحة يعني صحة الإنسان نحيي هذا اليوم يوم العالمي للحمامات من أجل هذا الموضوع الذي يهمنا جميعا وكما تعلمون فإن بلادنا هي العطعف في نسبة استعمال الحمامات حوالي 16% فقط من التشاديين استعملون الحمامات النظيفة هذا اليوم يعطينا أن نوعي ونربي جميع الشعب التشادي من أجل أن تكون ثقافة الحمامات هي ثقافة الجميع سواء في المدن أو في الأرياف لذلك جاء هذا اليوم العالمي تحت عنوان الحمامات استعمال يساوي الصحة شهيدة اليوم مقرى المفتشية العامة لدولة حفل تسليم وتسلم بين المفتش العامة السابق سانوسي محمد علي والجديد ناصر قلندوكسيا ويدو كان ذلك بحضور مسؤولي المفتشية محمد عطمان بشير بعد خمسة أشهر على رأس المفتشية العامة للدولة سانوسي محمد علي يسلم مهام وقيادة المفتشية العامة للدولة لخلفه المفتش العام الجديد ناصر قلندوكسيا ويدو الرجل الذي يتمتع بخبرات إدارية كبيرة حيث كان قد شغل في السابق منصب رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ومنصب أخرى مرموقة بالدولة سانوسي محمد علي المفتش العام السابق طلب خلال كلمته من مفتشية الدولة مساعدة خلفه الجديد لإنجاز ما تبقى من مشاريع بينما المفتش العام الجديد ناصر قلندوكسيا ويدو فقد أكد على صعوبة المهمة المكلة إليه من قبل رئيس الجمهورية إدريس جبيتنو وأكد على أنه سيبزل قصر جهده لتطبيق القوانين التي تسير عمل المفتشية العامة للدولة أما الأمين العام برئاسة الجمهورية جيم عربي فقد طلب من القيادة الجديدة للمفتشية العامة للدولة العمل على مكافة كل أنواع التلعب أو النهب أو الرشوة على المال العام وبناء على المرسوم الذي يحمل رقم 2012 الصادر بتاريخ 17-11-2017 والذي بمجيبه يعين ناصر قلندوكسيا ويدو على رئيس المفتشية العامة للدولة فقد تم إلغاء منصب نائب المفتش العام للدولة والذي كان يشغله عيسى محمد عبد المحمود نهاية هذه المناسبة كانت بالتوقيع على مراسم التسليم وتسلم المهم من قبل ألمانيين نظم معهد بحوث الثروة الحيوانية من أجل التنمية يوما مفتوحا لإصالح الرعاة والطلاب وذلك بهدف مواكبة التطورات الجديدة في مجالات الثروة الحيوانية المختلفة المناسبة جرد بمباني المعهد الكائنة بحي فرشة بالدائرة الأولى هذا اليوم المفتوح الذي نظمه ما أهد بهوث الثروة الحيوانية من أجل التنمية إراد يهضف إلى السماه للرعاة مواكبة العصر الحديث لأسيما الثروة الحيوانية المعاصرة التي ترتكز على النوئية والإنتاج الحيوانية هذا هو أن اليوم المفتوح جاء بالشراكة مع معسسة إعداد مناهج الثروة الحيوانية ومؤسسة سيفا للثروة الحيوانية المدير العام لمأهد بهوث الثروة الحيوانية من أجل التنمية الدكتور آدم جوجة أكد بأن هذه البادرة تساعد في توجيه الرعاة على الاحتمام بالثروة الحيوانية المعاصرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي نهاية المناسبة فقد تفقد الهضور من الرعاة والباحثين والطلاب الجناه الخاص بعرض المنتوجات والمعدات البيطرية كما أن ما أهد بهوث الثروة الحيوانية من عجل التنمية منذ تأسيسه في العام 1949 قد ساهم مساهم فعالة في تعزيز قطاع الثروة الحيوانية وصحة الحيوان أزدل ستار مساء أمس على فعاليات الورشة الإقليمية حول النظم التجارية التي نظمتها شبكة خارطة الطريق الوطنية للمنظمات غير الحكومي محمد طاهر صالح بعد يومين من العمل الدؤوب على فعاليات الورشة الإقليمية المتعلقة بالنظم التجارية وتفعيل الاتفاقيات التجارية داخل منظومة الدولة الأفريقية المركزية والتي شارك فيها قادة المجتمع المدني فقد جاءت هذه الورشة إلى اختتام أعمالها بتوصيات وقرارات طالبوا فيها قادة الدولة الأفريقية المركزية بتبني الاستراتيجية الجديدة وتفعيل دور اتفاقية كوتونو حول التجارة والمحادثات التجارية لترميم ما تبقى من اتفاقيات كما هنأت شبكة البرلمانيين رؤساء الدولة الأفريقية والمجتمع المدني على ما بذلوه من جهود انتجاه الشبكة ورسم خارطة الطريق تنادي باعتماد قطة تسهيل إجراءات المرور والنقل الحر بين الأشخاص وممتلكاتهم داخل المجموعة وتوحيد التعرف الجمركية كما دعو الاتحاد الأوروبي والدول المعنية باعتماد برامج التنمية والتفاوض الأمني بشكل مستمر حول حرية التجوال وفي كلمته الختامية لأعمال الورشة الوطنية لشبكة خارطة الطريق الوطنية للمنظمات غير الحكومية بأفريقيا المركزية نايب رئيس الشبكة لوماجي باي اوجي مولي أشاد بجهود المشاركين لما بزلوه طيلة اليومين الماضيين مؤكدا لهم بأن التوصيات التي رفعت ستجد عناية لدى المعنيين وذكر الجميع بنقاد الورشة المقبلة في يناير 2018 بيوند العاصمة الكاميرونية قدمت اليوم مؤسسة سان فور مساعدات تتمثل في معدات مدرسية لصالح أربع مدارس ابتدائية عامة بالدائرة السادسة رئيس المؤسسة قال في كلمة إن هذه المعدات ستعين التلاميذ في تحصيل من علمه خاصة مع بداية العام الدراسي وسوف تواصل المؤسسة في تقديم هذه المساعدات للفترة القادمة من جانب عمدة الدائرة السادسة نيل جلتا نارينغار قدم شكره للمؤسسة وأكد بأن هذه المساعدات سوف تصل إلى مستهقه جرت اليوم بمقر الكنيسة الإنجلية بحيس بنغالي مناسبة تنصيب الرئيس الوطني للجمعية المسيحية بشات القيس جيربيت نايل دا بحضور أطبع الكنيسة الإنجلية والكنائس الأخرى هذا محمد شرف الدين جوبينا إيريش عنجا من مواليد إيري عام 1951 بإقليم مايوكي بشرق وتحصل على شحادة اللساس في مجال الدين وتقلد مناصب إيدا في الديانة المسيحية وهو اليوم عصبها قصة لهذه الكنيسة المسيحية وبهذه المناسبة قدمت العديد من المداخلات ولها كلمة اللجنة الإقليمية والذي شكر فيها الحضور والوفد المشارك لتنصيب القصة الجديدة جوبينا إيريش عنجا القصة أبراحام هو الآخر قدم كلمة دعا فيها عدباء الكنيسة المسيحية إلى الوحدة والسلام إضافة إلى التضامن الاجتماعي والتعايش السلمي بين عبناء الوطن كما طلب أبراحام من القصة الجديدة التحلي بالأخلاق الحثنة وبث روح السلام في أواصط عدباء الكنيس المسيحية وتم تنصيبه رسميا من قبل الرئيس الوطني للجمعية المسيحية بشادة وسط قداس وترانيم إنجلية وتقوس كنسية متمنين له التوفيق على العمل الديني هذا وبعيد تنصيبه رسميا عرباء القصة الجديدة لكنيسة رد لكورنيشا جوبينا إيريش عنجا عن شكره وامتنانه على التأحد في خدمة رجال الدين المسيحية في البلاد هذا وأن المناسبة تشهدت عدة تقوس وترانيم إنجلية لجلب السلام والاستقرار في البلاد هكذا مشاهدي الكرام من تاتي الأخبار ونشكركم على المتابعة إلى القناة